ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله لتفادي تظهور الوضعي الوبائي بالبلاد خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة للفيروس تتميز بسرعة الانتشار وانتقال العدوى فإنها تدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الحيطة والالتزام الشديد بالتدابير الوقائية من ارتداء للكمامة بشكل سليم واحترام التباعد الجسدي وتجنب التجمعات غير الضرورية والحرص على النظافة العامة وأشار المصدر داتو إلى أنه في إطار المنظومة الوطنية لليقضى ورصد الوبائي سجلت الوزارة خلال اليومين الأخيرين ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بسبب حالات التراخي الملحوظ وعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الحاجزية خاصة بعد الرفع التدريج لتدابير الحجر الصحي الليلي وبداية العطلة الصيفية وفتح الحدود وفي هذا الصدد يضيف البلاغ نبهت وزارة الصحة إلى أن الرفع التدريجي للإجراءات الحجر الصحي لا يعني انتهاء جائحة كوفيدا 19 وعودة الحياة إلى مجرها الطبيعي بل لا يستلزم ذلك انخراط الجميع في مواجهة هذه الجائحة بكل مسؤولية وروح وطنية للخروج ببلادنا إلى بر الأمان في أفق تحقيق المناعة الجماعية وتتمين المكتسبات المحققة إلى يومنا هذا خاصة بعد تحقيق الحملة الوطنية للتلقيح نتائج مهمة حيث تم تلقيح حوالي تولة الساكن المغربية نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب